في قلب بيروت المدينة التي كانت تنبض بالحياة تنبض بالناس وبالسيارات اليوم يصدها هدوء مقلق من استهداف إسرائيلي بعد استهداف تل أبيب وحيفا كان في عاجة كتير بس من بعد على الأوضاع كل شي رجع لوري شوارع ثارغة كذلك الأسواق التجارية والمقاهي طارق رحال قرر أن يفتح محله التجاري من ستة أشهر بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد حند الله صامدين بمحلاتنا ما في غير شي أنا نعمل أولا نفتح مصالح تاني وفتحنا وفتحنا أكيد ما هنسكر متاجر كثيرة لن تقفل بسبب حاجة أصحابها لكسب رزقهم وأخرى أكثر أقفلت خصوصا أن نتنياهو كان قد هدد مرارا بقصف بيروتا ردا على قصف تل أبيب أو حيفا إذا اختار حزب الله أن يبدأ حربا شاملة فأنه سيحول بيروتا وجنوب لبنان إلى غزة وخان يورس يعني نحن شعب جبار ما بيهمنا الموت بنا نضرب تل أبيب ونضرب حيفا وجود ربونا نحن الموت عنا عادي أكيد نشقا يخاف شو عدي خاف ففي حال أصفه ما بيقصه بيروت مطن أصف بيروت الكل بحبة حتى عدو بحبة ربما اعتاد الناس على عدم الخوف لكثرة ما أصابتهم الحروب لكن الفنادق التي كانت موعودة بأن تعج بالسياح هذا الصيف امتلأت بالنازحين والهاربين من شبح الموت جنوبا أو بقاعا والانتظار سيد الموقف ماريا بياطن نوس قناة الغد ترجمة نانسي قنقر